السلام عليكم طابة أوقاتكم مع أمالكم حديثنا الليلة عن الفرق بين الوصية والوقف تعرف الوصية هي التبرع بالمال بعد الممات أو الأمر بالتصرف بعد الممات لأن الوصية قد تكون لسة مال يصلي علي فلان أو يغسلني فلان أما الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة المقدار الوصية لا تتجاوز الثلث إلا إذا أجاز الورثة أما الوقف يجوز الشخص يوقف جميع أمواله التنفيذ الوصية تنفذ بعد الممات يلزم تنفيذه بعد الممات أما الوقف فيلزم من وقت ذكره أو الفعل الدال عليه فإن ذكر أوقفته العمارة الفلانية أو المبلغ الفلاني فيلزم مثل الطلاق مباشرة حتى لو ما دون في المحكمة أو الفعل الدال عليه فنشترى أرض مثلا وبدأ في بناء مسجد فهو وقف حتى لو ما ذكر هذا أو وثق من جهة التعديل والإضافة يجوز التعديل والإضافة والحذف والإلغاء في الوصية في حياتي كيفما شاء أما الوقف فلا يجوز التراجع عنه لأنه خرج من ملكه إلى ملك الله عز وجل فلا يتراجع عنه ولا يحذف منه ولا يعدل فيه وهذه مسألة دقيقة تواصل معي كبير سن قبل سنة تقريبا وذكر أنه أوقف بناية ثم أثر عليه بعض الجلساء والأبناء فتراجع عن الوقف وهذا خطأ كبير من الفروق بين الوصية والوقف في الانتفاع فلا وصية لوارث أما في الوقف يجوز أن يوقف على نفسه وعلى الورثة من جهة التصرف الملكية الموصلة يمتلك عين الوصية وينتفع بها فمثلا لو وصل لأحد بناية يجوز لها أن يتملكها ويورثها وينتفع في ريعها أما في الوقف فهو يمتلك منفع فقط فلو أوقف شخص على أبنائه بناية فهم ينتفعون بالإيجار بالريء أو السكنة حسب الوقف لكنهم لا يمتلكونها ولا يبيعونها ولا يتصرفون بها